جراحة ناجحة خضعت لها توأمتان ملتصقتان من الرأس في مستشفى بريطاني تم خلالها فصل الجمجمة والمخ واللوعية الدموية وفقاً لما قاله أطباء هذا الأسبوع وشملت الجراحة شديدة التعقيد عمليات عدة للتوأمتين صفا ومروى التين ولدتا في باكستان في يناير كانون الثاني 2017 بحالة تعرف باسم اتحاد القحف وفيها التسقت الجمجمتان وتشبكت أجزاء من المخ وقال ديفيد جي دونوي الذي اشترك في الإشراف على فريق الجراحة الذي علج التوأمتين إن اتحاد القحف حالة نادرة ومعقدة مضيفاً أن العملية التي أجريت في فبراير شباط كانت الأكثر تعقيداً من نوعها التي يجريها فريقه حتى اليوم وعرف دونوي أن عملية فصل التوأمتين أسهمت فيها التكنولوجيا الحديثة بما فيها الواقع الافتراضي والتصوير المتطور السريع ثلاثي الأبعاد مما أتح للجراحين استخدام صور لمخ الفتاتين وأوعيتهم الدموية للإعداد والتدريب على الجراحة قبل التنفيذ للحد من المضاعفات والتصاق التوأمين من الرأس مع جمجمتين متداخلتين وجسمين منفصلين أمر نادر يحدث بين الموليد بنسبة أقل من مرة واحدة في المليون بينما ما زال امتداد الاتصال بينهما إلى أوعيات المخ أمراً نادراً أيضاً ويقدر عدد التوائم ملتصقة القحف بأنحاء العالم بنحو خمسين حالة كل عام تبقى منها نحو خمس عشرة حالة على قيد الحياة بعد الشهر الأول من الولادة واعتمت الإجراءات الطبية في مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن مع تحسن صحة الفتتين مما سمح بخروجهما من المستشفى بعد أربعة أشهر في الأول من يوليو تموز الحالي